صباح الخير او مساء الخير يا برج الميزان. طيب خلينا ندخل في القراءة العاطفية على طول وان شاء الله هنزل لكم القراءات بأكملها. هندخل في القراءة العاطفية الاول برج الميزان انت الفترة دي مش متزبط خالص وتقتك حاليا تقت فقد او شاعر بحزن عميق كمان مش حزن مثلا اللي هو بقلك فترة قليلة او حاجة لا ده بقلك فترة كبيرة كنت تقريبا في علاقة ممكن تكون زواج او خطوبة او علاقة يعني من وجه نظرك كنت شايفها مثالية وكنت مستني هذه العلاقة بفرغ الصبر يعني او هذا الشخص كنت مستنيه ومبسوط بي اوي اوي اوي. فجأة تحول كل شيء الى العكس يعني السعادة تحولت الى تعاسى وكل شيء بقى كنت متوقع واني ما حصل ما حصلش. العشر كوبيات بقوا الخمس صوف. في حد فيكو انتو الاثنين بيلعب على التاني او او اتدرح في التاني اوي او اكتشفت خيانة او اكتشفت ان الشخص اللي معاك ده شخص مش كويس خالص او كان مسلا بينافقك بيعمل حاجات من وراك. مسلا مخبى عليك ان في طرف تالت مسلا. ممكن اني برضو هنا في طرف تالت اهو. في حاجة انت اكتشفتها عن هذا الشخص خليتك او خلت زي العلاقة تتحول زي ما يكون ساحة حرب كده. فانت تقريبا اخترت ان انت تمشي من العلاقة دي وتنهي هذه العلاقة او ان الشخص ده انا احسن ان هو قلب الترابيزة يعني اعرف اللي هو بيقل بالترابيزة شخص ده. يعني اسلا هو غلط فيك او خبى عليك حاجة. ولما جيت وديهته لبسك انت الحاجة دي او لبسك انت حاجة ما عملتهاش عشان يخرج هو منتصر. يعني شخص مش مش هذا شخص انا اعتقد انه شخص مقزي شوية. مقزي بالافعال والكلام كمان. طيب هو مشاعره ايه ده مشاعره خطيرة يعني ده الكوين اوف وند. اه خلينا نشوف الكوين اوف وند هنا. هو الشخص ده على فكرة من نوع اللي بيخب مشاعره. اه بيخب مشاعره جدا جدا جدا. خلي بالك بقى. لو الشخص ده اذاك او لعب عليك او خب عليك اي حاجة. وحاليا هو قاعد في دور المنفصر. ودور اللي معملش حاجة خالص. وكمان ممكن يكون مش بيكلمك. مش بيتواصل معاك. او طع كل السكك عنك او بيعندك. او يبقى لك ان هو مسلا ارتبط. مسلا. او انت مش همه. لكن هو في الحقيقة. تعبان جدا. هو مصدر لك الوش ده لكن هو واخد العشر سلوف. العشر. ومشتق لك جدا. جدا. وعايز يكلمك. مش عايز يكلمك ده. ده مناعينه انه يرجع التواصل بينك ده. لكن هو عندك برياء طاغي على هذه المشاعر. ومضطر ان هو صدر لك الصورة دي. اعتقد ان انت مشيت. اعتقد ان انت مشيت. لان انت كمان في طاقة الفورق او ساكت. شايفك ان انت مشيت او ساكت. شايف ان انت خلاص مش عايزه في حياته تقلي. هو شايفك ان انت. اممكن تكون انت عملت البلوك. انت نهيت كل حاجة يا برق النزال خلاص. هو شايفك ان انت نهيت كل حاجة. خلاص. انش عايز اسمع عنك تاني. انت شخص سيء. وشكرا على كده. فهو مضطر يصدر لك الصورة دي. صورة انا جامد. مش هممني حاجة. مش هممني انت ولا العلاقة. مالكة قعدة ولا همم حاجة. لكن هو في الحقيقة العشر سيوف الدار. وان شايفك ان انت هادي جدا. ومش عايز تكلمه تاني. ولا عايز تسمع عنه اي حاجة ومكتفي بهذه النهاية. وشكرا على كده. انا يعني حتى مش عايز تتواصل معاه. يعني مثلا حتى تقوله اي حاجة خالص. زي ما انت قلت كل حاجة. او حتى لو ما كنتش قلت. فانت مكتفي بالبعد ده. مش هايز منه اي حاجة. وشايفك كمان زعلان. شايفك زعلان قوي. او واخد عارف عندك خيبة امل في هذا الشخص. انت مصاب بخيبة امل. قوي قوي من هذه العلاقة. مكنتش متوقع. مش هايز يطلع كداب مثلا. او يطلع منافق. او يطلع مثلا فيه طرف ثالث. وهو كل ده كان بيجد بعدك. او شايف العلاقة ازاي. او شايف ان العلاقة دي في طرف من كنتو اللي تين. اعتقد انت طبعا خد كرار بالانفصال بسرعة. بسرعة قوي. يعني حتى ما سمعتش منه تبرير. انت مسلا انت تقريبا اكتشفت عنه حقا. لان انت اغلقت العلاقة هون من غير تبرير. او مسلا دررلك بس انت او يطلع. سلق كده او كده انا ماشي. فانت اطاع طفور. ان هو شايف ان هو. هو على فكرة عايز يدافع نفسه على فكرة. وشايف ان انت مش بتديله فرصة. خالص. كل مين يتكلم معك دوله برر. امشي ما تتكلمش معي هنا ثاني. او بمسلا يبعط لك رسال ما تردش. تشوف ما تردش. او ما بتفتحش المسجد خالص. او عملت له بلوك من كل حتة. فهو عايز ياخد فرصته في انه دافع عن نفسه. وشخص ده عصبي على فكرة ده بورجي ناري او هوائي. عصبي جدا جدا. ومش بيستحمل حد يوديه له انتقاد. يعني لو وجهت له انتقاد طوله مسلا انت عصري. يقول له ده انا عصبي. والله انا مش عصري. يزع. فمحبش حد يجيله انتقاد او يحس بظلم يعني. هو من وجهة نظره مش عارف انه تزرب. بصراحة امان يعني. مش عارف انه تزرب. او انت ما سمعت بهش خالص. هو ناوي على ايه? هو ناوي يحقق لك اللي انت كنت عايزه في انه يمشي. ناوي انه يرحل الى ممكن يكون شخصا مع طرف تالت على فكرة ممكن. بالفعل مع طرف ممكن يكون مع زوجة. هو هيمشي بالفعل من من هذه العلاقة. في حد معاه على فكرة يا برج المزان. هذا الشخص معاه طرف اخر. ممكن يكون زوجة او يعني حد تاني. ممكن يكون حد تاني. او هو كان محتار ما بينك وبين شخص اخر. او في طرف تالت وخلص. فهو ممكن يروح للطرف التالت ده. هيروح له يعني. يقضي معا وقت الفترة دي. الفترة دي كده هو هيروح له يكلم فيه بينهم كلام او حاجة. وهيكتفي جدا بانك فالت العلاقة ويرحل الى شخص اخر او علاقة اخر. وعلى فترة. هو هيقصد يعني كده عشان يبينلك انه فعلا مش هام وانت خالص. خالص. طبعا اللي هو هيعمله هيعمل بقى اللي انت كنت عايزه. بص ايبرج المزان الشخص ده هيقطع معاك الفترة دي. بس احتمال يرجع لك تاني على فكرة. هو احتمال يرجع لك تاني. بس مش هيرجع دلوقتي. يعني خلينا نتكلم بواقع. هو مش هيرجع دلوقتي. هو نوياء انه هو يرحل دلوقتي. يرحل. اللي هيعمله بقى انه هو الاس اوف سوردس. هياخد قرار بانه يقدم لك عرض جديد. الاس اوف بانتكالس. عرض جديد. بس عرض حقيقي. انه ممكن تكون سبته. انه هو مسلا بيراوغ معاك. صحة ده. ممكن يكون بيراوغ معاك. في انه مسلا تعرفوا طبيعة العلاقة لما بينكم. او انك. او انك. او مسلا لو بنت يجي تقدم لك. طب لو ولد. انها مسلا تحافظ على العلاقة. بتغير عليها مسلا او اي حاجة من حاجة دين. فهو هياخد قرار في علاقتكو. وهيجي يقول لك على القرار. انا واحد اتين تلات. بس طبعا تلالي. بس هو عنده عنده حد تاني هيقضي معا وقت شوية بس مش علاقة مش علاقة عاطفية. يعني صديقة او صديق حاجة من اللي تاني. انه هو تعبان. هو تعبان جدا شخص ده. هو مش تعبان من فراء وكده. لا. تعبان هو متغاز. متغاز منك قوي قوي. متغاز منك ان انت قدرت تني العلاقة دي. او عايز بالفعل منك تبا. يعني. ممكن تكون بتتعبان محد برج الجوزاء كمان. فهو هلجعلك تاني ولكن بعرض حقيقي المرة دي. يعني انا بحبك وعايز اكمل. وفعلا هلتزم بالعلاقة او هلتزم بالشيء اللي انت طلبت مني. بس هو عنيد جدا. والفترة دي هي فترة مهمة جدا ان هو يكسر اللي عندي ده. انا عايز اشوف لك النصيحة كده برج المزين. هل البعد ده صح? هل البعد اللي انت عملته مع هذا الشخص ده صح ام لا? او القطع مسلا قطع. ده صح جدا. جدا ده شوت. النصيحة بتقول لك. نشوف لك اين اهو. بالزبط. النصيحة بتقول لك يا برج المزين تقدم في حياتك. وترك خلص هذا الشخص الفترة دي. تركه دلوقتي. سيبه بقى هو. هيعرف هو عايز ايه? وهيجي لك. هو على فكرة بيحبك يعني انا مش هنكر ده. ان نبدلش نبدل على راج الم داقين منه وتوقفين العلاقة ومش توقفين نسمع عنه حاجة. بس انت ده يخلى عشان تعرف برضو. هو بالفعل ما كانش بيحبيني لأ هو بيحبك. بيحبك على فكرك. وشايفك شخص مثالي جدا. وشايفك شخص جميل وما تعودش. انا ما شايف ده. لانه تمان شايفك العلاقة التين في بانتكاس. ممكن يكون زوج هزي شخص. لكنه هو الشخص ده يعنيت متكبر جدا. وما يقدرش يظهر الهزيمة. ما يقدرش يقول لك انا اتهزمت. انا ما اتهزمتش. فهو النصيحة بتقولك كمل بقى اللي انت عملت. ما تبوص اللي انت عملته ده. انت عملت حاجة صح. انت بتعلم هذا الشخص درس. انا عندي كرامة انا واحد انا فيه كزا. فتقدم بقى في حياتك. واترك هذا الشخص شوية. هو هيراجع نفسه افقاره. وهيرجع لك مرة تنية شخصة. بس هيرجع لك احسن من الاول بكتير. بكتير انت عدت استغرب هذا الشخص. ايه اللي هصله ده? ايه التغيير ده? هو في حياته حاليا ان هيته في كبسة. وعا معكم بقية ممكن يكون بدء مشروع. ممكن يكون بدء مشروع بالزبط. ده بيشتغل جامد قوي قوي قوي. ومحاول الشلوس ايه? يعني الله هو اكبر. ذاتي جدا هذا الشخص. وبدء مشروع جديد او عنده فكرة الحاجة وهيبدأها. وشكله هينجح فيه. هينجح جدا 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 فيه. جدا كمان. ويعني هيبقى تقريبا هو ممكن يكون ازا شخص منزليته متعلقة بالاموال مثلا. بيبقى كويس لم يبقى معها فلوس. تصوى دلوقتي متقبض جدا في حياتك. انت كمان بقى استغل الفترة دي وتقبض من بقية نفحاتك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر